رفض طيارو خطوط الطيران الفرنسية الذين ينفذون إضرابا منذ أكثر من ثمانية أيام اقتراحا أخيرا لإدارة الشركة والذي يقضي بالتعليق المؤقت لمشروع تطوير فرائها للأسعار المخفضة تلونزافيا في أوروبا والذي تسبب في هذا النزاع هذا ووصفت النقابة تهديدات مجلس إدارة الشركة بغير المقبول حيث هددت إدارة الخطوط الفرنسية بالاستعانة بمصادر خارجية ونقل الأنشطة للخارج خطوط الطيران الفرنسية بصدد الخروج من المأزع يقول الرئيس التنفيذي خلال بضعة أيام بات الجهود بالفشل إنه لأمر محزن حقا ومعصف للغاية هذا وما زال أكثر من نصف طائرات الخطوط الفرنسية متوقفا في إطار هذا الإدراب وهو الأطول منذ 1998 والذي يؤدي كما تقود الإدارة إلى خسائر الاستثمار يمكن أن تصل إلى 20 مليون يورو يوميا شكرا 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 شكرا